لا تنسى الاعجاب والاشتراك بالقناة امرأة ترتدي قلادة هدية من حبيبها لمدة عام ونصف ولا تعلم ما بداخلها الحب يصنع المعجزات والحبيب المجنون يصنعها ايضا طلب الزواج من حبيبتك هي اكثر لحظات رومانسية في علاقتكما لذلك يهتم الرجال بالتجهيز لها لاسعاد نسائهم ولجعلها لحظات لا تنسى فاما ان تقدم خاتم الزواج لحبيبتك امام حشد من الاقارب والاصدقاء في حفل بهيج او تقدمه لها في رحلة بعيدة لمكان هدئ لكن بطل قصتنا كان له رأي اخر تعرف اان و تيري على بعضهما البعض ونشأت بينهما علاقة وثيقة مليئة بالمشاعر الصادقة فقرر تيري اعطاء اان هدية في الذكرى السنوية الاولى لعلاقتهما فاعطاها قلادة مزخرفة شديدة الجمال والرقة وعجبت بها اان بشدة وارتدتها في رقبتها وبالقرب من قلبها يوميا وفي كل المناسبات والاوقات يعلم تيري كم انه من الصعب معرفة شعور المرأة ومعرفة ما تحبه وما يمكنه اسعادها لذلك قرر ان يكون مختلفا ومبتكرا في اسعاد المرأة التي يحب قام تيري بجعل اان تكتب قائمة بالاماكن التي تود زيارتها ليذهبا اليها معا ويستمتعا برحلتهما وحدهما او هكذا اوضح لها سبب الرحلة ومن ضمن الاماكن التي قصداها كهف من الكهوف الاسكتلندية ذات المناظر الخلابة وفجأة عندما دخلا احدى الحجرات الكهف السرية اوقف تيري اان وطلب منها ان تعطيه القلادة شعرت اان بالحيرة والرعب من تصرفات تيري الغريبة ووجدته فجأة يجلس على الارض ثانيا احدى قدميه ويفتح القلادة من المنتصف ليخرج خاتم الزواج منها ويطلب منها الزواج في مشهد ومكان غير متوقعين ظلت اان متفاجئة وفي صدمة لفترة طويلة ولكن بعد ان استعادت توازنها وبخت تيري على كل تلك الخطة المعقدة التي لا داعي لها ورغم توبيخها كان تيري سعيدا جدا انها وافقت على الزواج منه موقنا ان تلك الموافقة تستحق عنده اكثر من عام ونصف من الجهد فمن الصعب التصور ان الرجل انتظر عام ونصف ليجد اللحظة المناسبة لعرض الزواج ولكن في النهاية يجب ان نعترف ان الامر يستحق اذا اعجبك الفيديو لا تنسى دعمنا بلايك وبتعليق يحفزنا وللمزيد اشترك الان ترجمة نانسي قنقر